بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. النهاردة هنعمل بسلة باللحمة. معانا كيلو لحمة متقطعة للحجم اللي انت عاوزها. ومغصولة ومتصفية كويس من المية. بنحط مية للسلق. وبنحط فيها بصل وجزر وفصل التوم وورق لورة وحبهان. ولما تغلي بنحط فيها القطع اللحمة. وبنغطيها وانسيبها ولما تغلي بنهد عليها النار وانسيبها لما تستوي. بعد كده بنجيب طاصة او حلة وبنحط فيها زيت او سمنة على حسب انت بتطبخ بايه? وبعد كده بنجيب بصلية كبيرة مفرومة وبنننزل بها في الزيت. وبنقلبها كده لغاية لما تتبل. بيكون معانا برضو خمس ست فصوص طوم وفرومين. بننزل على البصلة. وبنقلبهم لغاية لما يبقى لونهم دهبي بسيط بنحط معلقة معلقتين صلصة. بنشوهم شوية مع البصل والتوم. عندنا طماطم عصير طماطم. بننزل بيه على الصلصة والحاجات دي. ونسيبها لغاية لما تتقل وتتسبك معانا. بعد كده خلاص بقت كده الصلصة والطماطم جاهزة. اللحمة خلاص بتكون برضو اللحمة استوى التلات تربع تسوية كده. بننزل بكمية الصلصة لغاية لما تشوفي اللون اللي انت عاوزها. في ناس بتحب الطماطم كتير وفي ناس بتحبها متوسطة. بعد كده عندنا البسلة والجزر غسلينهم ومصفيينهم كويس. بننزل بنحطها مع اللحمة. اللحمة تكمل سواها والبسلة تستوي. هي اللحمة قربت تستوي طبعا. بعد كده بنحط الملح ونحط شوية فلفل سود. نص معلقة فلفل سود كده. ونسيبها لما تغلي غلوتين. بعد كده بتكون معانا بتطساية ما تقطع قطع صغيرة طبعا لان البطاطس ما بتاخدش نفس التسوية بتاعة البسلة والجزر. يعني بتستوي بسرعة. ونسيبها خلاص لغاية كده لما البسلة واللحمة والخضار استوي كله. بنغريفها في طباق التقديم وده بيبقى شكلها بعد ما خلصت. واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. وبالهانة والشفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة